بسم الله الرحمن الرحيم من قبل العامة وهذا كثير ومع الأسف أنه تخطى ذلك إلى بعض من ينتسب إلى العلم تجده يرتكب المخالفات الظاهرة ويتأول مع الأسف الشديد ويقول هذا المسألة الخلافية أو رأي فلان كذا أو كذا وتجده يقول صحيح للذي تقولون وقال به الأئمة والأربعة واتباعهم وكذا وكذا لكن الذي أراه كذا على الأسف لم يوجد في طلاب العلم أن يقول هذا أين تعظيم الشعائر يا أخي إذا كان إذا كنت ترى الأخذ من اللحية مثلا وجاء بها عن بعض السلف لماذا لا تقتدي بإمام الجميع محمد عليه الصلاة والسلام وتعرف قراءته باضطراب لحيته من خلفه والتجربة أثبتت أنه ما دخل المقص اللي ودخل الموس شيئاً فشيئاً الآن ينتهي لأن العقوبات تأتي بالتدريج تجد الإنسان يفعل فعل ما هو مرتاح إليه فيه شبهة لكنه يعاقب بما هو أشد منه يجرؤ على ما فيه شبهة ثم بعد ذلك يجرؤ على ما نص على كراهيته ما اختلف العلماء في تحريمه ثم يقتحم غمرات المحرمات والمأثور عن السلف أنهم كانوا يتركون تسعة أعشار الحلال خشية أن يقعوا في الحرام يعني سمعنا عن بعض المبتدعة وقرأنا في كتبهم كلام لو قيل شيء ما يخطر على البال يعني من يقول في سجود سبحان ربي الأسفل متى قال هذه الكلمة مو قبل كلمات كثيرة استدرج فيها إلى أن وصل إلى هذا الحد وقال من يدعى فيه الولاية ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب هذا أول ما قال لكنه تسهل شيئاً في شيئاً ما وضع احتياطات لنفسه هذه المشكلة أننا كنا نرى قبل عقدين أو ثلاثة ناس دعاة ولهم أتباع نجدهم يتكلموا بكلام ما نتصور أنه يقول طالب علم كل من العقوبات التي ترتب بعضها على بعض فعل المسلم أن يحتاط لنفسه ما نبيه يصير مثل ابن عباس الذي رفض علاج عينيه للا يتركها السجود نحن نشوف شباب ما يسجدون قلت له قاله والله أن ركبتي البالح ضربها المكيف وما أدري ليش ودخلت أنا مع شخص صحيح أنه كبير يعني يزيد على السبعين في جامع الراجحي والصف بعيد فركع الإمام فجرى جري لا أستطيعه لا أنا ولا كثير من الشباب إلى أن وصل الصف قبل أن يرفع الإمام ثم جلس ليصلي جالساً هل هذا من تعظيم هذه الشعيرة العظيمة؟ يعني ثبت بجريانه أنه يستطيع الوقوف ومع ذلك في صلاة الجنازة وقف الدين رأس المال والصلاة عموده فكيف نتساهن وتراخى ومسألة الكراسية الآن عما تطمت في المساجد وإذا نظرت له فيهم شباب بس إن صاره يصير الرياح لهم تعون من صلاة التهجد الذي يقرأ فيها قدر كبير من القرآن ويتعب بعض الناس الوقوف لكنه التعامل مع الله بالقلب لا بالبدن تجد شباب مع أننا الآن ما فيه طالة لا فيه تهجد ولا في غيره الشيخ صالح الفوزان يقول صليت خلف الخريصي في ليلة من الليالي بدأ بياسين وختم ثمانية أجزاء وورقة زائدة الآن ما فيه ما عندنا ما يقرأ يعني في الغالب جزء وورقة وورقتين من يهل هذا ما يتعب أحد لكن تجد بعض الناس يجلس أو يخرج يمل ويطلع ويسولف عند الباب مدة طويل هل هذا من تعظيم الشعائر يتصل بالهاتف من يسأل هل تجوز قسمة آية الدين في ركعتين والله هذا الواقع يا الأخوان يعني ما افتراضي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين